هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي حماد فرعن سيد حماد الأمن القومي الأردني هو القدس واللاجئون والحدود تصريحات وزير الخارجية الأردني هذه كيف تفهم نعم أولا جاءت تصريحات وزير الخارجية مع عدد من الكتاب السياسيين وأنا كنت أحدهم نفى تماما أن تكون التراجع عن قرار فك الارتباط مع الضفة الفلسطينية لم يبحث في أي من المؤسسات الأردنية وأيضا لم يبحث مع أي من المؤسسات الدولية وبالتالي قرار فك الارتباط مع الضفة الفلسطينية قانونيا وإداريا مازال ثابتا وهذا يعود لمسألة جوهرية أن الأردن يعترف بمنظمة التحرير الفلسطيني ومثل شارع وحيد للشعب الفلسطيني وأن الضفة الفلسطينية والقدس هي جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية وفي نفس الوقت الموقف الأردني يعود إلى أن العدو الإسرائيلي بعد عام 48 نجح برمي القضية الفلسطينية للحضن اللبناني والسوري والأردني ولكن الرئيس الراحل ياسع عرفات نقل الموضوع الفلسطيني من المنفى إلى الوطن وبالتالي أصبحت القضية الفلسطينية على الأرض الفلسطينية بأدوات فلسطينية في مواجهة العدو الإسرائيلي وبالتالي الأردن يشكل رافعة داعمة مساندة للنضال الفلسطيني ولحقوق الشعب الفلسطيني سيد حمادة وللصمود الشعب الفلسطيني وسيتواصل أما المسألة الثانية تفضل أكمل المسألة الثانية وأود الحديث معك عن جزية الجديد في هذا الموضوع الجديد أن أحد الكتاب أو اثنين من الكتاب كتبوا بأن هناك تراجع عن قرار فك الارتباط أو في نية للتراجع عن قرار فك الارتباط وهذا خلق الحقيقة حالة من التشويش ورد عليه وزير الخارجية مع وزير الإعلام كلاهما كان في اللقاء مع الكتاب السياسيين وبالتالي هذا الموضوع أصبح من خلفنا ولا أساس له من الصحة إطلاقا طبعا هذا الموضوع مطروح ونحن مقبلون كما تعرف على تصريحات الرئيس الأمريكي الذي سيستقبل كل من رئيس الليكود نتنياهو ورئيس بني جانس أزرق أبيض بني جانس يوم الثلاثاء ليعلن صفقة العصر وأيضا كان الموضوع الثاني أن الأردن لم يتلقى إطلاقا ولم يلتقي ولم يتلقى أي معلومات عن صفقة العصر بالعكس أن هناك اتصالات أوروبا نعم عذرا المقاطعة في حال كان هناك بالفعل إعلان من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواضيع متعددة منها موضوع مثلا فكل ارتباط أو حتى موضوع التوطين وكل الكلام الذي يثار هنا وهناك الدور الذي يمكن أن يلعبه الأردن من أجل حماية القضية الفلسطينية كما تحدث في سابق عهدها الأردن لعبت دورا كبيرا في حماية المشروع الوطني الفلسطيني الأردن لم يحمي المشروع الوطني الفلسطيني الأردن هو داعم للمشروع الوطني الفلسطيني الذي يحمي المشروع الفلسطيني هو فقط الشعب الفلسطيني وقياة الوطني نعم ولذلك الأردن كان ولا يزال وسيبقى كما قال وزير الخارجية أنه داعم للموقف فلسطيني وهذا ما ظهر حينما أعلن الرئيس الأمريكي في 6 ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية الموقف الأردني شكل رأس حربة سياسية باتجاهين بالاتجاه الأول في دعم الموقف الفلسطيني الرافض للإجراءات والسياسات الأمريكية وثانيا في دعم الموقف الفلسطيني إذن الأردن هو رافعة داعم مساند لسببين أولا لحماية أمنه الوطني وحماية استقراره ومصالحه وثانيا واجبه أن يدعم وطنيا وقوميا ودينيا وإنسانيا الشعب الفلسطيني لأن يصمد على أرضه وأن يدعم نضاله لاستعادة حقوقه ولذلك صفقة العاصر تمس بالمصالح الأمنية الأردنية في طالعتها قبل القدس وقبل الحدود في طالعتها قضية اللاجئين لأن الأردن لديه العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين ولذلك صفقة العاصر كما هو متوقع من ترامب في إلغاء الأنروا ووقف المساعدات على الأنروا يسعى لشطب قضية اللاجئين اللاجئون الفلسطينيون هم موجودون في لبنان وفي سوريا وفي الأردن بشكل رئيسي وقليلا في مصر وفي العراق ولذلك الأردن سيكون المتضرر الأول من شطب قضية اللاجئين هذا إضافة إلى أن الأردن يتحمل المسؤولية فيما يتعلق بالمقدسات الإسلامية والمسيحية وأيضا الأردن بس نص دقيقة الأردن لم يحدد حدوده لم يرسم حدوده إلا في الشمال والجنوب مع الدولة العبرية ولكن الوسط اللي هي الضفة الفلسطينية لم يرسم الحدود معها لأنه كما قال وكما يتمسك هذه حدود أردنية فلسطينية أشكرك جزيل الشكر حمد فرعن الكاتب المحل السياسي كنت معنا من عمان اشتركوا في القناة